للوهلة الأولى يقلب على الناظر إلى هذا الموقع أنه مجرد واد تحيطه الجبال لا حياة فيه ولا معنى ولكنه ليس كذلك فقد كانت الحياة تدب فيه من خلال احتضانه لأشهر أسواق العرب منذ الجاهلية شهد فيه مجد تجارتهم وشعرهم وخطابتهم إنه سوق مجنة سوق مجنة هذا السوق الجاهلي يقع في شمال مكة المكرمة على طريق الحج الشامي وكان هذا فيما يعرف اليوم بالجموم وكان ملتقى لقوافل الحجاج وللتجار وللعرب الذين يأتون لآداء شعيرة الحج بمكة المكرمة شهد سوق مجنة حراكا دينيا تحول معه إلى منبر دعوي للإسلام فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقصده من أجل عرض دعوته على القبائل الموجودة فيه كسب هذا السوق الأمن من خلال انعقاد هذا السوق بالقرب من مكة المكرمة في أواخر شهر ذي القعدة بمعنى أنه كان يعقد في الأشهر الحرم بعد سوق عكا كان هذا السوق بمثابة سوق نافق للأدب والشعر والخطابة والفنون والألعاب الرياضية كالألعاب الفروسية ظل سوق مجنة مرآة للحياة الاجتماعية والاقتصادية لمكة وكان في كثير من الأحيان مؤشرا إلى ملامح الحياة السياسية والفكرية لمجتمع الحجاز في القرون الأربعة الأولى من الهجرة فصل السلمي الإخبارية مكة المكرمة